مرحباً أهلاً بكم أبنائنا وابناتنا طلاب التلوات السنوة العامة في علاقة جديدة لمادة البايولوج الحقيقة فيه إحنا طبعاً اشتغلنا أو يعني شرحنا مع بعضنا كم كبير جداً جداً من الأسئلة اللي خاصة بشابتر 1 و 2 و 3 إحنا النهاردة إن شاء الله هنبدأ بشابتر 4 وشابتر 4 حيتكلم عن إميونيتي لكن طبعاً قبل ما نبدأ للشابتر هنعمل كوز كده هيبقى عشرين سؤال العشرين سؤال ده لكلهم في شابتر 1 بس كل السؤال حيبقى عليه درجة وليه عشر ثواني تقول للإجابة بس عايز أقول لحضراتكم برضو إن في الفترة دي الناس بتبقى يعني إيه أنا ذكرته وبعدين بنسى ومش لايه وقت إن أنا أقدر أذاكر تاني وراجع تاني وده بيعمل لي إحباط والكلام كده طبعاً مش كل الناس لكن بعض الناس الحقيقة بس ده ما يخليش حضرتك تدايق أو حضرتك تدايق لأنه في كل الحالات كل الإنسان هو إنسان عشان بينسى طب إحنا لما ننسى نعمل إيه؟ ما نعودش نجيب الكتاب ولا نجيب الورق ونعود نقرأ ونذاكر ونسمع ما بقاش الحكاية دي الحقيقة إحنا فهمنا الموضوع خلاص أنا لما أجي أراجع أحل أسئلة طب أحل أسئلة إيه؟ والله الإم في عندي أسئلة قبل كده أنا حلتها وبالتالي أعمل استرس على النقطة اللي كانت بيتقف معي ويبقى كده أنا فاكر الدرس كويس وفهمه يا إما إني أشوف كتاب جديد أشوف ورق جديد أشوف أسئلة جديدة النت مليان مليون سؤال على كل حاجة أنتوا عايزينها وبالتالي آه مش عنده حضرتك وقت اللي دون بشكل كافي لكن برضو حضرتك اتحرك كده مع الأسئلة ما تنعطش تحفظ أنا ممكن حضرتك تحفظ سطر واحد بس في الكتاب وتسمعه لي وبعدين ممكن نحط عليه عشرين سؤال وبعدين نقول لحضرتك طيب هو السطر ده أنت تقدر تسمعه زي الفل بس هتقدر تحل العشرين سؤال بالزبط ولا في حاجاتها تقع مننا الحقيقة احنا حنشوف ده في الكوز إن شاء الله بتاع النهاردة وأنا حرسنا أن أخليها لشابتر وان بس لأن ده الشابتر اللي احنا عملنا عليه استرس جابت جدا وإحنا بنتكلم في شابتر تو كنا بنراجع وبنذاكر شابتر وان وإحنا بنذاكر شابتر سري وشابتر سري كان كبير جدا برضو كنا بنراجع على وان وطور وفي ناس كل ما تيجي تقولك طب أنا هبدأ أراجع أبدأ بشابتر وان وبعدين أوصل لنصه على الأخرة لو كفانة تعبت وبعدين نستنى شوية وهكذا هنبدأ الكوز حضرتك وبعد الفاصل صغير كده وبعدين نرجع مع حضرتك تاني انتظرو اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله 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 حيانا الصلاة حيانا الصلاة حيانا الصلاة حيانا الصلاة اشتركوا في القناة لا إله إلا الله اهلا بحضراتكم مرة تانية عشان نكسب وقتنا احنا هنبدأ مع بعضين دلوقتي اسئلة الكوز بفكر حضراتكم ان دول عشرين سؤال كل سؤال عليه عشر ثواني حضرتك تقولي الاجابة وهما كله مهم سيكيو نبدأ باول سؤال مع بعضنا اه كوزشن وان يا اساس اذا بيقولكو ارتيكوليشن ارميتنج اونلي اديجري اوف موفمينت ان وان داريكشن اردوتس جوينس الشيس اللي عند حضرتك كورتليجينس فيبرس سينوفيال فيرتبرال مع حضرتك عشر ثواني تقولي الرايت انسر اه نقولي الرايت انسر على طول طبعا سينوفيال جوينس لانه اللي حضرتك ادي لحضرتك درجة لما تجوابها صح اكي شو سؤال اللي بعدو بول لك يعني شوف حضرتك كل تشوف من دوت هو الجزء اللي قدامه ده بيه نسبه ولا لأ حضرتك هتشوف مين اللي في دولة اللي اه كوريكت في ايه بيقول لحضرتك ده كوكس البون وكوكسية البون وبعدين بيقول لحضرتك الريجولار بونز بي سكال بونز لونج بونز اه سي ريست اند انكل بونز لونج بونز ارم اند ليك بونز شورت بونز ما حضرتك عشر ثواني تقوله الرايت انسر اه طبعا اللي اجابة دي كوكسية البونز الريجولار بونز ما تنفعش طبعا الاسكال لونج ولا تنفع عن الريست والانكل لونج ولا ان الارم والليج دي بقى شورت ما ينفعش كل ده بعدين بيقول لحضرتك في الاتشويز اللي مديه لك حضرتك ممكن خلال عشر ثواني تقولي الاجابة والاجابة سهلة طبعا الاجابة بسيطة هي البلوكس، إسكيم، وإليم دولة سري bones سري bones that fuse together to form a half of the pelvic girdle and the pelvic girdle consists of two identical halves question number four which is the correct order of ribs from superior to inferior floating ribs short ribs long ribs b floating ribs long ribs short ribs c short ribs long ribs floating ribs number the long ribs floating ribs and short ribs ما حضرتك عشر سويني تقول right answer طبعا لو حضرتك حتى قلت من floating ribs اخر حاجة هتلاقي الاجابة short ribs long ribs and floating ribs question five three of the four answers listed below are parts of the same area select the exception a radius b clavicle c fibula d humerus عشر سويني تقول لحضرتك الاجابة طبعا الاجابة واضحة اللي هي fibula طبعا لان fibula دي انتتبع الهند limps لكن مش طبعا طبعا الفورلمس طبعا question six the axial skeleton contains the skull number one number two arm and legs number three ribs and sternum number four vertebra number five pelvic girdle وبعدين بيقول لحضرتك ان الاجزيال skeleton contain ايه دول في اللي تشويس اللي بديها لحضرتك one two three five ولا one three four ولا one three four five ولا two three four five ما حضرتك عشر سويني تركز وتقول لحضرتك طبعا الناس اللي قالوا one three four دولة ناس شطرة لانه هو وانت بتقرأ كده انت قلت وان يبقى دي سكال دي اجزيال لكن الارمو دي افندكيولر ما تنفعش يبقى سري بعدها ريبسو سترنم دي اجزيال الفرتبرا اجزيال لكن البرفج جردل دي افندكيولر يبقى الانسر one three four question seven which of these bones is not واخد بالك وهي او من السؤال اللي في كلمة not والسؤال اللي اخره كلمة accept واخد بالي اكتر كمان لما يبقى في not وaccept في السؤال كمان هزي بيقولك which of these bones is not along the bones found in the leg الchoice اللي عند حضرتك femur patella metatorsals tibia ما حضرتك عشر سويني تقول right answer طبعا الاجابة اللي واضحة اللي هي patella لان الباتيلا دي اه small circular bone وما تبقاش long لكن الفيمر والميتا torsals والtibia long bones question eight around and opening throw upon is adults وبيقول لحضرتك فولد فولد patella foramen عشر سويني مع حضرتك تقول right answer طبعا ايه بقول لحضرتك one and two b three c five d four and five شرعة كده في عشر سويني تقول right answer اه طبعا الاجابة هي five بس هم دول الفانجس منفعش ومنفعش ما لايه سؤال في ولا رقمين ولا يبقى اركز عليه لا انا اركز على الاجابة الصحية طبعا ده question ten بقول لحضرتك the is indicated by the later dots وبعدين بيقول لحضرتك one two three four مع حضرتك ten seconds for the right answer آآ طبعا الاجابة هي one منفعش تقول لان حضرتكو عارفين ان دولا مش مع يبقى لما اقول لحضرتك الراديوس فين يبقى هو number one مساء question آآ 11 بيقول لحضرتك آآ لا احنا خرجنا عن الحكاية ما لشي ده mistake آآ بنعتبره خلال فني في الجهاز آآ السؤال اللي عندنا حضرتكو دلوقتي آآ آآ سؤال number 11 بقول لحضرتك the heel bone is called the dots uh وبعدين sacram coccyx centram حضرتك اقول لل راي تانسر خلال 10 سوائن طبعا الاجابة calcinius طبعا لان ده the heel bone اللي هي the biggest hole of the آآ tarsals bones question 11 بيقول لحضرتك in anatomical position the lateral lower leg bone is called the dots الشيز اللي عند حضرتك فابيولا بتيلا ميتا تورسلز تيبيا ما حضرتك عشر سواني تقول ل الراي تانسر طبعا الاجابة سهلة لان انا بقول لحضرتك اللاترا lower leg bone اسمها ايه يبقى على تلدي اسمها في بيولا تنفعش تيبيا تيبيا دي الانر big bone طبعا سؤالي بعدو all the following statements are correct except اخو بيلي من السؤال اللي في except فابيولا حضرتك number a the skeleton of the man consists of 206 bones b will the spinal cord pass through the body of each vertebra number c the number of bones in the vertebral column is 26 bones number d the cerebral part of the skull consists of 8 bones connect together حضرتك مية كاشر سواني تقول ل الراي تانسر خلس الوقت طبعا الاجابة the spinal cord pass through each of the vertebra طبعا مش كل البرتبرة بيعدي فيها the spinal cord فدا exception لكن كل المعلومات بتاعت a و c و d كلها صحيحة اه او كلها correct سؤالي بعدي بيقول لك which one of the following is ميوسين بروتين زيت ديسك تيك فيلامينت all مايو فيلامينت اه حضرتك عشر سواني تقول ل الراي تانسر سوز محمد بفكر في السؤال وبعدين محط الرقم اه طبعا الاجابة ببساطة اه ده thick filament ونحن ما عندناش اصلا thick filament في المنهة غير المايوسين وما عندناش مايوسين في المنهة غير thick filament لكن طبعا الباقي منفعش question number 15 بيقول لها حضرتك ونخلي بالنا بقول لك في number one مايوسين number two muscle fiber number three myofibril number four sarcomere ممكن حضرتك ترتب لدول حسب من largest smallest ومدل حضرتك لتشويز اه one three four two two one four three two three four one three one two four ما حضرتك عشر ثواني تقول لك ترتيبة طيبة طبعا الاجابة لما ابدأ ارتب يبقى هبدأ المصل الفيبر دي اكبر حاجة وبعدين myofibril وبعدين sarcomere وبعدين اقل حاجة المايوسين تبقى رأيت انسر two three four one question number 16 بيقول لها حضرتك في number a يقول لها حضرتك the temporary the temporary the temporary disappearance of the thin filaments the shortening of the thin filaments c a sliding of thin filaments past thick ones number b the accordion-like folding of the thin and the thick filaments ما حضرتك عشر سويني تقول لي the right answer طبعا احنا عندنا sliding theory هي اصرح اصلا اللي بتشرح دين الميكانيكال contraction of the muscle fiber فهنا ذا اللي بيقول لها حضرتك sliding of thin filaments past thick one تقول لي طبعا انا ممكن اقول لي انها accordion-like لا يهمش accordion-like لان المايوسين ثابت والأكتم بس هو اللي بتحرك toward each other and toward the myocene question 17 بيقول لها حضرتك which of the following is not a function of the muscular system a generating of heat b production of movement c formation of blood cells d stabilization of the joints يعني ان الجوين بامور stable يعني ما حضرتك عشر سوي اني كل رأي تأمسي طبعا اخو قبلي ان السؤال كان في ناط وبالتالي لما يقول ناط يبقى انا عايز الحاجة اللي مش تابعة المسكولر system يبقى اللي تابعة لسكيلتال system اللي دي بتطلع من لكن طبعا المسلز بتعمل 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 بعدين بقول لحضرتك تابعة سؤال ده سهل مش محتاج عشر ثوانية بس انية ده عشر ثوانية طبعا اللي موجودة في الفجر دي ولا حضرتك ما حضرتك عشر ثواني تقول طبعا واضح اني دو ما ينفعش ده طبعا مش هيبقى ويد طبعا لانه ولا شوف اخر سؤال في الكويس ده النهاردة بقول لك ما حضرتك عشر ثواني تقول الريت انسر طبعا الاجابة واضحة وسهلة اللي هي ما عندناش طبعا لكن الباقين طبعا اعتبرهم طبعا طبعا في اسئلة ممكن تكون حضرتك يعني مش هفتاش قبل كده او يعني حسيت انها رخمة شوية نعلم عليها ونقرها مرة كمان ونعمل عليها سترس شوية هتلاقيها المسألة بقت سهلة او حتى النوع من الاسئلة اللي ممكن يكون بيوقف معك يبقى محتاج منك اهتمام شوية اكتر بالنوع الاسئلة اللي ممكن يوقف معك او الشكل بتاعه اه هنرجع دلوقتي هنبدأ في شابتر فور اميونيتي اللي فينج ارجنزمس الحياة شابتر اميونيتي شابتر جميل ولزيز اه حب الشابتر ده اوي هتلاقي ان هو احسن شابتر عندك ده شابتر جميل ما فيهوش ما فيهوش لفه دوران كتير هنبدأ الشابتر بال اميونيتي اللي فينج ارجنزمس بيولوجيكال ثريتس and non-بيولوجيكال ثريتس يبقى البيولوجيكال دي حاجات لفنج النون بيولوجيكال دي حاجات non-leving فبنقسم علشان نفهم الحكاية اسرع شوائع طبعا البيولوجيكال ثورتس of ثريتس such as باسوجين including some of انسكت انيمال بروتوزوم فنجاي بكتيريا فيروس كل اللي فينج دي بيولوجيكال سورس لكن في يبقى الحاجات اللي هي ملهش اقول عليها واي اجزامبل يجيبوا من اي مكان حابقى اعرف ده لو كان ونون لو كان طيب انا هو سأل لحاجة كده اسمها طب اي ارجانيزمي فيه بتهدده اه ممكن يعمل كاموفلاج كاموفلاج يعني اللي قدام حضراتكو دي فيها انسكت عاملة شكلها زي الورق اللي واقف عليها نوع من الانفيبيا عاملة شكلها زي برضو نوع من عاملة نفس الشكل طب الاشكال دي ده غيرت اللون بتاعها حسب المكان بتاعها وليتغير اللون ده والعلي كاموفلاج طب في ما تعرفش تعمل كاموفلاج يبدي تعمل ايه زي وفي حاجات كتيرة تقدر تعمل تاكسيك سبستانس طب ما معرفش يعمل كاموفلاج ولا تاكسين يعمل يجري بقى من بتاعه ويهرب منها في مكان بعيد وبالتالي دول تاكسيك 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 يبقى يعمل حاجة من اتنين يبقى فالحقيقة كلها من بدايتها لغاية ما تنتهي احنا في حالة باستمرار يبقى اما في حالة حيدخل جوه الجسم حنمنه يدخل جوه الجسم نعمله علشان نعمل طب خلينا في عندنا هنتكلم عنهم دايما في اول سيستم الناس بتسميه اميونيتي التاني بنسميه اكواير اميونيتي خلي بالك الانيت ده يعني ايه النات يعني ده مولودين بيه ده ده فتري ده جاء معانا مالوش علاقة بانه حصل الانزيس ولا لأ فبسمي النات وبسميه ناتشورال وبسميه نون سبسيفيك فكل ما يجي مرة يسألني الانيت يبقى في دماغ الانيت ده هو الناتشورال وبرضو في دماغ انه نون سبسيفيك يعني مش متخصص في حاجة معينة طب لكن التاني يسمو ايه مش النات بقى اسمو اكواير الاخوير ده سبسيفيك ده الحاجة معينة وعشان كده بيسمو ادابتف اميونيتي يبقى خلي بالك لما اقول النات يبقى ده نون سبسيفيك وناتشورال طب يبقى لازم يبقى فيه كو وفي كو كأنه في تعاون وتناغم مع بعضهم علشان هم دول اللي بيعملوا بيعملوا طب نبدأ بالاميونيتي بلانت بس عشان نبدأ لازم اعرف المين سورس ذات كوز ديزيس و ديزيس يبقى ايه اللي هيعمل لي مشاكل للبلانت عشان نعمل براتيشن الانماز اللي هي الهيربيوروس اللي زي اللي قدام حضراتكو دي هي بتعيش اصلا على البلانت فدي لازم تعمل سيد انماز يبقى هنا البراثنج انماز الانسكت فانجاي باكتيريا وفايروس كل دي بنقول عليها دينجورس لكن كمان عندنا حاجة اسمها الانسيوتوبل كوندشن الانسيوتوبل كوندشن دي از هايت كل الحاجات اللي قدام حضراتكو دي دي الانسيوتوبل كوندشن اليوم التمبراتش زادت او التمبراتش قلت حصل انكريز الامونت او حصل او حصل او حصل 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 اللي دي بقول عليها انسيوتوبل كوندشن لكن نومبر سري دا توكسيك سبستانس زا توكسيك سبستانس زا توكسيك فيومز انسيكت سايدز زا تو تو دا ريفورز ان دا ارغيشن ووتر طبعا دي الحاجات اللي بقى بتاع الهيمون بينج ان احنا نعمل بلوشن الانفايرومين اند اند يبقى دي حاجات التلات حاجات اللي باعتبرهم هم دول يبقى طيب ايه اللي بين دول ان كل دول بيأثروا تأثير سلبي على طيب يبقى انا عندي طو مين طائب حانركز قوي قوي لان هي الجزء بتاع المنطب مش حيكلمني غير عن البايو كيمي المنطب لآخر الجزء بتاع المنطب وده جزء سهل طبعا تو the importance of the plant to man لان من باب النظور تأثير ال نظور مفه من or stimulating the plant to resist the disease known as acquired immunity and the producing of strains of plant resistance to disease and insect through the plant breeding and the genetic engineering الإنسان طبعا عشان الفود بتاعه دون بتعمل من البلانت فطبعا المزرعة بتاعته بيحافظ عليها بيجيب لها بيعملها protection بيعمل production of new strains بيعمل transformation of a certain gene from a certain plant to another one بيعمل production of new strains of plant الحقيقة البلانت ما عندهوش acquired immunity بالمعنى المفهوم للا acquired immunity لكن احنا نقدر نجيب جين يخلي البلانت ده عنده resistance against the high temperature مثلا or gene to resist the plant against the drought يبقى أنا كده البلانت لو جا يوم قال فيه الووتر أو حصل drought اه طبعا البلانت هنا ده هيبقى dangerous to the plant يبقى أنا هنا ممكن من desert plant البلانت تاني ميزوفيل ميزوفايت بلانت وبالتالي هنا البلانت يبقى عنده resistance ما كانتش عنده قبل كده بس الاكوارد immunity دي احنا اللي عملناها وبالتالي ده بيحصل through the breathing and the production of new strains of the plant طيب نيجي ليه الـ احنا قلنا الـ اما بايو كيميكال طب ندرس ونخلصها وبعد نبدأ البيو كيميكال عندي حاجة اسمها بري اكزيستنج بري اكزيستنج يعني ايه يعني هي موجودة من قبل ما يحصل ونقبل ما يبقى فيه الانومس أصلا لكن في حاجة اسمها induced defenses ايه بل induced دي مستحدثة نتيجة لحاجة حصلت جديدة طب لما اجي اشوف الـ هلاقي هم عندي حاجتين ده epidermal cell في الامج اللي تحت دي ونمبر تو زي الول هم دولة اي بلانت لازم يبقى عنده ولازم يبقى عنده epidermal cells طبعا الـ ديات اللي بنقول عليها او بنقول عليها يبقى انا عندي يعني دي تراكيب مش كيميكالز علشان احنا نتكلم في وبايو كيميكال اميونيتي بعد كده او عشان قدام شوية هناخد ان المان عنده يبقى ده هي ولما اقول لها حضرتك يعني دي اللي بتقابل اي او اي طيب هنيجي نبدأ بقى نتكلم عن الحاجة اللي موجودة سوا في انفكشن ولا لأ احنا قلنا ان هما حاكتين يبقى سبستانسي that not dissolve in water so the water doesn't accumulate on the surface to avoid the growth of the fungi and reproduction of bacteria also the epidermis may be covered with the hair and throwing to avoid the accumulation of water and protect the plant from the grazing animals and the infection with the diseases عايز يقول لها حضرتك ان الابيدرمال سيلزي دي هي عليها كيوتين لاير او اكس لاير طب الكيوتين لاير دي ايه اه افكرت كده لو جبت ورقة شجرة كده وحطيتها عليها حبة مية او نقطة مية لا نقطة المية كده عاملة كورة وبعد انت عملها كده تتقلب وخلاص ما حصلش ابزوربش طالما ما فيش ووتر يبقى 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 لو في سبور جات على مكان على dry soil واحنا بنتكلم في في شابتر سريه لما اقول لك زايجو سبور او زا سبور او زا سبور او فانجاي جيت اون دراي اه صويل ناثن يبقى علشان تعمل محتاجه طبعا هنا عايز امنع الووتر ان هو يحصل له يبقى هنا انا محتاج ان انا اعمل طبعا واكس ماتيريال لها فانكشنز تانية تعمل وتعمل لكن هنا بنتكلم يبقى هنا بتمنع علشان ما تديش كمان في نفس الوقت حضراتكو في ثراون وفي هير وفي حاجات كتيرة موجودة على تعمل يبقى مهمة اوى اوى يبقى في وبرضو مفكركم حاكتين طب اتكلمنا عن وخلي بالك السلز بتاعتها كانت ادجيسينت اندو كومباكت يعني مفيش ديستانس مفيش انتر سيليولر سبيسيس مفيش اي فاسوجيني عدي طيب اي سيل كمان لو هي حتى مش تعمل تعمل يبقى احترى فيها الوال السلول بتاع الابدرمال سل واحد من البرواتيكشن بتاع الابدرم لير او الابدرمال لير اصلا. which consists mainly of cellulose and after the thickening by lignin that make it to so difficult for the pathogen to penetrate. اه يبقى الول ده cellulose وددد و hard و solid و can't be penetrated by the pathogen easily. يبقى انا بعمل حماية البلانت. حضراتكم لما يجي حد كان يبني بيت زمان. اه كان يبنيه بالخشب. بيعمل خشب كده كبير او كده حوالين البيت. ويعيش جوا. طبا هو الخشب ده 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 اه ما فيش حاجة هتيجي تقدر تدخل للمكان ده. اهو الخشب ده هو ده السلول اصلا اللي كان بتاع البلانت حصل له او عمله you sickening by cellulose and lignin. يبقى مهمة قوي ان البلانت اصلا موجود. او يعني حصل جيرمانيشة لرسين عشان تدي بلانت. اي سلحة تطلع لازم يبقى عندها epidermis ولازم يبقى عندها cellul. وعشان كده بنسمي ده清 تسبب يعني ده من قبل ما يحصل اي حاجة في الامفكشن لازم يكون عنده ولازم يكون عنده طيب يبقى دولة طيب طيب كانوا حاكتين يعني ايه يعني ده مستحدث يعني ده حصل نتيجة الحاجة طيب نشوف ايه الحاجات اللي احنا هندرسها في هنقول يعني ايه ويبقى ازاي وبرضه هنقول يعني ايه طيب يبقى ده حصل بقى مشكلة اه من غير مشاكل كان فيه طيب لو حصل مشكلة حصل قطع حصل انفكشن حصل يبقى يعمل تركيب بقى معينة عشان كده احنا لسه نتكلم في طيب نبدأ بقى الحاجة زيه كورك فورميشن ايه الكورك فورميشن ده حضرتكو لو ان البلانت ده انكسبوزد تو اني قط او تيرين دو تو انكريس انكسبوزد ده او تيرين دو او تيرين او تيرين اه ممكن اي او مايكروب او اه اي تدخل البلانت من المكان ده من اشيلت كده من اشيلت السيل وال ايبا هنا ممكن يدخل اه فيجي يعمل يحصل عشان تعمل لي طبق اسمها الكورك ده اللي الناس بتقول عليه الفلين اه الفلين ده البلانت عمله لما حصل قطع او الشجرة وهي بتكبر حصل فيها كده هوت او حصل من البلانت ده او عملت الفروت الطاعة الفروت اللي موجودة في البلانت كل قطع من هنا بلانت يحمي نفسه يعمل روحه عشان يعمل يبقى اول حاجة عمل طب ايه بقى يعني دي حضرتك واحنا بنذاكر يعني الزيلم ده يعني الزيلم ده يعني الزيلم انا عملت فيه طبقة بس فيه حتة سبتها متسابة اللي السابت دي هي دي اللي بنقول عليها طيب خلي بالك بقى لو حصل ان انا قطعت ورقة شجرة او قطعت فرع من البلانت او كده اه الزيلم فيسلز دي هي الفاسكولر تيشو دي تيوبز متوسلة بالبلانت كله حيدخل منه الباسوجين ويحمله سبريدينج انسايد زا بلانت فبص الميكانيزم بتاع الطايلوزز ده هنا الطايلوزز طيب تعال هنا لو حصل قط بقى يبقى هنا لو حصل قط للزيلم فيسلز تيجي البارينكايمة سبريدينجيزم بتاع الطايلوزز ده هنا يبقى هنا لو حصل قط لزيلم فيسلز تيجي البارينكايمة اللي هي موجودة برا حوالين الفيسلز والتراكيدز تعمل بروتروجين انسايد زا فيسل تبصت لقى البارينكايمة دخلت جوه الزيلم من البيتس جوه وابتدت تكبر جوه هي قبلت بعضها وبعدين تفضل يحصل بروتروجين هنا لغاية ما لقى الزيلم فيسلز ده حصله بلوك دي انترنالي اتقفل من جوه يبقى لو جابسوجين مش هيعرف يدخل يبقى هنا برضو نفس الكلام بس دي اميج لسلايد بورى حضرتك البارينكايمة لما عملت بروتروجين انسايد زا زايلان فيسلز سروه ذا بيتس هنا بتعمل انكريز اور اكيوموليتد انسايد زا زايلان فيسلز يبقى ده الموفمينت اوف ديس بارينكايمة سينز بلوك زا فيسلز انترنالي تو بروتكت ده بلانت اجانس ده انفكشن وده باسوجين يبقى في المرة الاولى لما اطعت ورائد شجر او انا عايزي المكان ده اغطيه بانسوليت السابسانس يبقى روح تعمل كورك فورميشن طيب القطع ده عملي زايلان فيسلز والزايلان فيسلز انتو عارفين ان ده 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 تشو والده تشو ده وقت مش هيكبر مش يحصل له جروس مش هيعرف يعمل سيكريشن اوف سيوبرين سابستانس ايبه هنا يعمل ميكانيزم تاني الزايلان ده كان كومبوزت اوف فيسلز تراكيدز بارينكايمة اند فايبرز حقف عن البارينكايم البرينكايمة ديت موجودة حوالين الفيسل لو ده الانبوبة بتاع الفيسلز فيه هنا بيتس ما فيهاش لجنن تيجي البرينكايمة تعمل بروترودت انسايد زايلان فيسلز تيجي البروتو بلاستي بتاعها يدخل جوه الزايلان فيسلز ان البيتس وينتميلي جوه فافضل ادخل كده البارينكايمة ديت لغاية ما تسدلي الزايلان فيسلز انترنلي وبقى نعمل يبقى كده البلانت عمل بروتكشن لروحها جانست الباسوشين ويتش ميجيتس روزا فاسكولر سيستيم طيب عندنا بقى حاجة تالتة بقى او ميكانيزم تالي اسمو ديبوزيشن اوف جوم ايه ديبوزيشن اوف جوم ده؟ ده انفكتد بلانت باية واندس او كت سيكريت ده جوم وينده سياراو ده لوقس اوف ده انفكشن تبريفينت ده انترين الميكروبزين في ده بلانت في حتة اطعت من البلانت هنا يبدأ البلانت يعمل سيكريشن اوف جوم الجوم ده لما يطلع من المكان دهوان ده بيعمل بروتكشن للبلانت في انواع من البلانت او من التريز حتى تلاقي لما تيجي تشوف فيديو للناس بتجمع الجوم ده ازاي الجوم اللي هو السمغ الراجل يجيب الشجرة بتاعت السمغ الضخمة ده ويجيب معاها حاجة حادة كده ويفضل يقطع في الشجرة يعمل كزا مكان يتقطع في الشجرة يقطعها كلها كده حاتت وبعد كده يجي عنده كل قطع يحط اي اناء كده تحته وبعدين يسيبهم ويمشي البلانت النتيجة للجرح اللي اتجرح شوف احنا عندنا لما بنتجرح بيحصل بوات كلاتنج كده وتتعامل اشربوني كده على الجرح عشو ما حصلش بليدنج وما حصلش هايبوتنشن والحاجات دي البلانت كمان ده ده كائن ربنا خلقه فلازم يعملو برضو البروتكشن فيجي عند القطع ويبدأ البلانت يعمل وبعدين يطلع الجم ده بكمية كبيرة عشان على قد المكان بتاع الجرح اللي حصل في البلانت ده وبالتالي اعمل خلي بالك الجم ده الناس بتعتبره كمان ده بس احنا مش نتكلم عن بايو كيميكال دلوقتي احنا بنتكلم في يعني تركيب انا بلمسه بايدي ده طلع نتيجة لان حصل قط للبلانت تيشو يبقى تكلمنا في الاول حضراتكم عن وبعدين قلنا ممكن البلانت يعمل للفاسكولار تيشو دي برضو طابطة دايما بالفاسكولار تيشو وبعدين نمبر سيري اتكلمنا عن طب في عندنا حاجة ربعة اسمها ايه بقى بقولك هنا سم مورفولجيكال تشينجيس اوكيرز انزو رزلت اوف دا اينفاجين ستش از البلانت ده حصل له مشكلة يعني حصل له اتاك من اي باسوجين فييج البلانت يعمل ايه يعمل سويلنجزة سيلول فرون دايبي دورمال سيل انزو سيل اندرنس ده ايبيرمال سيل تريد Soul دايركت مورفولجيان ده ايبشن او مورفولجيان خلي بقى لك ده واحدة بس من عشان وبعدين شيل الابرة ويمشي كده اقعد لك فترة كده وبعدين ارجع كده على الشجرة دي ويجيب الابرة حاول تدخلها في نفس المكان مش هتدخل ليه اه البلانت يعني حما نفسه عمل هنا يعني الابرة هنا مكان الابرة اللي انت دخلت فيها المكان ده او الجرح اللي انت عملته ابتدت المكان ده هو يعمل من العلى الول ده يبقى انا عملت سيلولر اميون استركشور هنا يبقى دي واحدة من الاتنين لكن كمان لو جاء فانغس حصل له جرمينيشن للسبورز وانت عارف السبورز دي بتعمل ريزويدس عشان الفود وكلمنا عنده في شاب ترسليه وبعدين يبدأ يعمل هايفا والهايفا تعمل مايسيليم للفانغس طب مايسيليم بتاع الفانغس ده حضراتكو حينتشر ويزيد في البيلانت ويعمل دستركشن البيلانت هنا البيلانت يعمل حاجة مهمة اوي اسمها سيكريشن او في انسولاتر سبستانس تو ايسولات ده مايسيليم او فانغس بص كده حضراتكو بيقولك ان السيلولار ايمين ستركشن بص كده البيلانت اللي في الصورة دي ده جاء عليه الفانغس وابتدت الفانغس تعمل او تعمل سبريدينج هنا على البيلانت في يجي البيلانت يعمل حاجة جميلة اوي يعمل سرونديج زا مايسيليم which attack the plant with the insulator cover to prevent the transmission of the fungus from the cell to another كاني انا بحجمه او بلجمه شوية زي من الناس بتقول يعني اعمل سيكريشن لايسوليت السبستانس حوالين الميسيليم اللي هو بينتشر بتاع الفانغس ده وبالتالي البلانت كده في السيلولار اليمين استركشن ادر يعمل حاجة ادر يعمل precipitation of lignin and the structural support to protect the plant against the penetration of the substance or the pathogen inside the plant ونمبر تو بتدي اعمل سرونديج زا مايسيليم with the insulator cover to protect the plant against the spreading or the transmission of the fungus from one cell to another يبقى احنا اتكلمنا دلوقت عن core confirmation اتكلمنا بعد كده عن الجوم اتكلمنا عن أوتيلوزس وبعد يتكلمنا عن جوم وبعدين number four is the cellular immune instruction فضلين واحدة مهمة اوي اوي وجميلة عند البلانت الناس بتقول عليها hyper sensitivity يعني ايه hyper sensitivity الناس يقول لحضرتك the getting rid of the injury parts وبعدين يقول لك hyper sensitive response يعني هنا بيقول لك the plant kill some tissue to prevent the position to spread to another tissue so the plant can't get rid of the pathogen by the death of the injured parts شوف البلانت ده بلانت كويس اوي وصحي اه طب خلي ورقة من البلانت ده يبدأ يحصل لها infection اه طب بص تلاقي الورقة اللي حصل لها infection بعد شوية تلاقي البلانت يعمل لها cut وتقع اه يبقى البلانت هنا اه عمل حاجة صعبة جدا عمل getting rid of the injury tissue يعني ايه the injury tissue يعني the tissue بتاع البلانت ده او الورقة بتاعة البلانت ده جزء من the organs بتاعة البلانت بس حصل فيها infection والinfection ده may allow the pathogen to spread to the whole plant parts يبقى البلانت هنا يعمل ايه يعمل cut the injury parts عشان كده النسبة تعتبر ده ايه hyper sensitive response يعني لما صباعي وجعني انا بعلجه ده common انما مش اقطعه اه لا البلانت بقى علشان طبعا الميكانيزمس بتاعة protection او immunity implant لما ورقة او جزء من البلانت يحصل له infection تلاقي لو الفروتس اللي على الشجرة كلها واحدة فيهم ابتدى يحصل فيها infection تلاقي ده اول واحدة وقعت منها على الشجرة ليه لان ده بيعمل protect the plant against the spreading of the pathogen inside the plant يبقى احنا قلنا ان البلانت عشان يعمل immunity قدامه حاجتين ياما عندنا pre-existing structural immunity او عندنا induced immunity طب ال induced structures دول طبعا ال pre-existing can't see the wall epidermal cells طب ال induced اه لا دي حاجة حصلت نتيجة للinfection يبقى هنا عمل تراكيب معينة او structure معنية معينة نتيجة للinfection اللي احنا قلنا لحضراتكم ان هي بدينة cork formation وبعدين tylosis وبعدين deposition of gum وبعدين immune cellular structure وبعد كده اتكلمنا عن hyper sensitive response او getting rid of the injured parts طب كل دول كانوا تراكيب واجزاء احنا ممكن نلمسها اه يعني دي حاجات تراكيب البلانت بيحمي روحوا بيها اه لكن في حاجات تانية احنا مش بنلمسها بقى دي اسمها the biochemical immunity implant بس كده ال biochemical immunity اللي بنقول عليها the chemical immunity of the plant بتبدأ لي بحاجة اسمها the receptors الريسبتورز دي the chemical substance موجودة في البلانت بس اول ما يحصل infection او باسوجين انتر inside the plant اطلع البلانت ابتدى يزود الريسبتورز طب وريسبتورز تعمل ايه اه تعمل stimulate the innate immunity of the plant تجاهز البلانت بقى علشان يبدأ يعمل protect itself against زا باسوجين يبقى اول واحدة هنا اسمها the receptors they are found in the healthy and infected plant يبقى البلانت السليم عنده receptors وانفكت البلانت عنده reception but the concentration of the receptors increase in the plant after the infection طب ورسيبتورز دي تعمل ايبقى are receptors دي they recognize the presence of the pathogen and activate the plant defense number two it stimulates the innate immune system in the plant يبقى دي اللي تبدأ تحفز البلانت عشان يبدأ يشغل innate immunity بتاعته علشان يعمل protection against the pathogen يبقى دي كأنها message زا كده بتروح لل plant cells تقول له خلي بالك هده بقى فيه infection وبالتالي يزود للإنية immunity او يعمل stimulate للإنية immunity ويخليه ما ريكو جنيز الباستوجين اللي كان دخل البلانت باي انكريز اتز دفنس طيب الحاجة التانية حاجة اسمها antimicrobial chemicals antimicrobial chemicals ديان حندرس منها حاكتين اولا هو بيقول لحضرتك إن some plants secret chemical compounds to resist the pathogen these compounds may be already found in the plant before the infection or form it due to the infection يبقى اما كانت موجودة يبقى اما بتحصل له بتطلع مخصوص بقى لو حصل infection عندنا الاكزامبل زا حاكتين number one phenol and glycosides they are toxic chemical compounds that kill the pathogenic organisms such as the bacteria and inhibit their growth او تلاقي فيه بلانت معين كده الplants ديت ممكن انها تطلع biochemical substance or antimicrobial substance antimicrobial substance مش مجال لكن الناس عارفة انواع كتيرة من البلانت ممكن لما يحصل لها infection تطلع فينول انت عارف ساعات كده حضرتك تروح تجيب فينول عشان تطهر بمكان ممكن يبقى فيه بكتيريا او فيه باسوجين او كده الفنول ده اصلا هو عمله البلانت عشان يحمي نفسه glycosides نفس الكلام يبقى برضه phenol and glycosides are biochemical substance that's created by the plant that to protect the plant against the infection يبقى كمان البلانت بيعمل روحه حقا من ال antimicrobial substance اللي زي الفنول وزي glycosides لكن في عندي حاجة تانية ممكن تكون اول مرة تسمعها اسمها non-protein amino acids ايه non-protein amino acids دي؟ احنا نعرف ان الـ amino acids دي في 20 kinds of amino acids that form protein الناس بتسميها coding amino acids يعني هما ناخد كده في الديني ايه نعرف ان كل amino acids ليه genetic code عشان يدخل في الـ protein sense عشان اجمع الـ amino acids تعملي بروتين لا فيه amino acids ملهج genetic code اصلا نقول عليها non-coding amino acids ما بتعملش بروتين وسميها non-protein amino acids والفكرة بقى انها ما بتعملش بروتين ان most of them are toxic substance يبقى مش هدخل الـ amino acids زي ده هنا عندنا طوء اجزامبل مهمين جدا جدا عندنا عندنا حاجة اسمها canofinine وحاجة اسمها the substance which is called this cephalosporin 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 ده نوع من الـ anti-biotic اللي ممكن في الصيدلية لحد عنده يقولك انا هجيب cephalosporin او الدكتور يكتبلك cephalosporin يبقى اللي فيه canofinine وفيه cephalosporin وده الـ plant بيعمله secretion as amino acids والـ amino acids ده ما هيتاخد تابلت سعادة ما هو مش هيتهدم ولا حاجة مش هيبقى injection يعني لكن دولة اصلا to none protein amino acids secreted by the plant to protect the plant against the pathogen as bacteria and some of the pathogen يبقى بص كده حضراتكو الـ antimicrobial chemical substance احنا تكلمنا عن الفينول وتكلمنا عن دلوقتي نتكلم عن production of non protein amino acids these acids don't enter into the structure of the protein in the plant but they act as a protective substance for the plant they include toxic chemical compounds to the pathogen as a canofinine and cephalosporin خلي بالك الاسماء ده مهمة لازم اعرف ان في حاجة اسمها فينول وكل الناس تعرف الفينول ومعظم الناس او بعض الناس تعرف الـ glycosides لكن الـ canofinine والcephalosporin بعض الناس بس اللي تعرفهم ودول ما يتمسوش لان دولة هم اتنين اجزامبل بام من الاف الـ amino acids او المئات الـ amino acids نعرف منهم اتنين بس اللي هم canofinine and cephalosporin يبقى اول حاجة كنت تكلمنا عن الـ antimicrobial chemical كلمنا عن الـ receptors في الاول وبعد يتكلمنا في نمبر 2 عن الـ antimicrobial chemicals نمبر ثري الـ antimicrobial protein بقى يبقى دي مش amino acids ده protein والبروتين ده يعني يما عن الناس إنسان من الحلب ده تعلقاじتر بالضحت بمثار've ات cumplى protein that were not present in the plant but they produced as the result of infection and react with the toxins produced by the pathogen and change it into a non-toxic compounds to the plant sometimes the plant to produce detoxifying enzymes they interact with the toxins produced by the pathogen and change them into non-toxic substance the antimicrobial protein that is protein that is not amino acids but the protein that can be in the plant but the plant can be used as a protection and the protein that is something like enzymes we know that all enzymes are the protein substance or protein protein that can be used to be antimicrobial chemical substance or antimicrobial protein but in the same time any pathogen chemicals you got to feed into clients and thesebel significant forms are some policies in because deحمite as a cast gene어� hundred parts to depend on what the plant means because the plant בכel or BU is still there that spread from the plant meaningotype is an enzyme which refers toanges it into suf Washington or Least toxic substance or DevOps actually the glycogen pharmaceuticalов with모acer脈 by добав остate as give it as it is يبقى اتنين لكن هنا يبقى اول حاجة هيعمل ايه؟ هيعمل سكريشن يجي البلانت يعمل قصدها طيب يبقى احنا اتكلمنا في الاول عن وبعد كده اتكلمنا عن عن انتمايكروبيال بروتين طيب نمبر فور حاجة اسمها اندوزابل بوست انفكشن ايه اندوزابل بوست انفكشن دي؟ حضرتك عارف ان ايه بحصل انفكشن وحب اه اوري لحضرتكو فيديو اه للحكاية دي انه لما يجي حصل انفكشن للبلانت في مكان معين طيب بصت لها البلانت يبدأ يعملوا روحه ديفينس عشان ما يتكررش ده في نفس المكان بتاع البلانت ده او البلانت ده من نفس الباسوجين مرة تانية في النساء بتسمي ده زي اندوزابل بوست انفكشن وخلي بالكو احنا في نمبر فور في البايو كيميكال ديفينس بعد ما خلصنا طب خلينا نعمل على اللي احنا قلناه اللي احنا قلناه بيقوله ان هاي بحاجة من اتنين يا اما طب ايه ده احنا بنقسم عشان تبقى الحكاية سهلة او تبقى بسيطة اقدر افهمها كويس ده اما طيب ايه اه ده موجود من قبل ما يحصل حاج اللي هو اللي هو زي يبقى هما دول اتنين اللي بقوله عليهم طيب لكن اللي مش يعني اللي جا نتيجة او المستحدث بقول عليه يبدأ طيب ده راسنا ونمبر ده اللي هي في نمبر سري خدنا خدنا واتكلمنا عن ان يعمل لنفسه ويعمل اه ولكن اخر حاجة اللي بنقول عليها اللي الناس بتقول عليها او طيب يبقى دول اتنين كانوا اسمهم كانوا اسمها ده اللي بقول عليها يبقى او خط دفاع اول اللي هو والبري اكزيستنج والإنديوز ديفنس وسمينا ده استركشرا الديفنس لكن لما جا تكلم عن الابي دورمال سيلز والسيلول البري اكزيستنج ده انا بقولك ده ده الفرست بول وورك او في بلانت طيب يبقى دي كانت استركشورز بقى لكن البلانت يقدر يعمل كيميكال سبستانس كيميكال سبستانس دي بقول عليها بايو كيميكال اميونيتي زي ما كل ربنا بيخلقوا الليفينج وارجانيزم ده ربنا بيبدولوا الدفنس ميكانيزم بتاعه علشان يقدر يعيش وبالتالي بتبدأ وبعدين درسنا حاجة اسمها زي وفينون بروتين زي وبعدين عندي حاجة اسمها وتكلمنا عن زي اللي بتطلع عشان تعمل وبعدين ده بقى حاجة تمنى عن الانفكشن يرجع ايه يتكرر تاني لنفس الجزء اللي احنا قلنا ده بيتكلم عن فنبدأ نشوف شوية اسئلة كده صغيرة تقول لنا هو احنا فهمنا الجزء ده كويس ولا لا لو قرينا الجزء بتاع ده جزء سهل قوي وفي نفس الوقت نقدر نحل الاسئلة بتاعته بسهولة مش هتبقى رخمة نشوف الاسئلة كده اللي معنا اول سؤال بيقول لحضرتك تشو ده كوريكت انسر وبعدين بيقول لحضرتك from the non-biological sources that causes the disease for living organisms از ضد وبعدين بيقول لحضرتك وخلي بالك بيسأل عن non-biological وانت ده نخلي كلمة بايو يعني living يعني فلما يبقى non-biological sources ويقول لحضرتك انسيكت بروتوزوة فيروس حضرتك اوتوماتيكلي هتختار لي لاني ده مش لما زود وقلل وزود الهيوميدي وقلل الوطأ كل الحاجة دي دي ما هيش living organisms وبالتالي ما قلش عليها biological threats دي اللي تبقى non-biological والسؤال اصلا بيسأل حضرتك على non-biological sources of threats او that causes diseases to living organisms شوف سؤال تاني حضرتك برضو تشوز the correct answer بيقول لحضرتك فنغاي represents dot sources that causes the diseases to living organisms اي مين بقى الفنغاي دي كيميكال طبعا السؤال سهل والاجابة بسيطة احنا طبعا واشنى بندرس الحاجة بنجيب الاسئلة البسيطة السهلة اللي تفهمك الدرس اكتر ما هي اسئلة بتمتحن فيها اه لما اسألنا على الفنغاي والانسكت والفيروس كل دي اسمها بايولوجيكال sources of او causes disease سؤال اللي بعد بقول لحضرتك بيقول لحضرتك خلي بالك يعني ده موجود واحنا بنسأل اصلا عن محصل آه للسلة في نمبر بي بيقول لحضرتك دي آه نمبر سي بيقول لحضرتك بايو كيميكال نمبر دي بيقول لك طبعا الاجابة بسيطة اللي هي على طول السليولار اميون استركتشور آه السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك آه اللي جاي ده بايو كيميكال اخب بالي من السؤال اللي اخر استركت آه تبقى لان الباقيين كلهم بايو كيميكال اميونيتي شوف آخر سؤال معنا بيقول لحضرتك سروني ده مايسيليم which attack the plant with the insulator cover is the type of dots اميونيتي آه ان انا احوط الميسيليم ده بالانسوليط سبستانس عشان نعمل بريفنت سبريدين آه يبقى انا بتكلم عن ايه آه بتكلم عن بريفنت 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 يبقى عشان حصل انفكشن بالفانجس ده هنا عملنا surrounding the mycelium with آه آه insulator substance to prevent its breeding inside the plant آه آه شابتر فور يا جماعة شابتر سهل وليزيز جدا نذكره من اول حلقة كده اوه تقيد النهارده راديلي نصف ساعة بس مش اكتر من نصف ساعة را كده وركز فيه وبعد كده انسى بق خلص مش هيزعيجك تاني خلص الجزء بتاع immunity implant ده كان اخر وقت في الحلقة بتاعت بتاعتنا النهارده ان شاء الله نتقابل مع بعضنا التلاتة الجاي ان شاء الله شكرا لحضرتكو وإلى اللقاء